الكريم سعيد بهذا اللقاء وهذا التواجد وهذا الحضور الكريم في موضوع هام وأساسي في قلب المعرض الدولي للكتاب والنشر هي حلقة من حلقات للتفكير والتأمل والتطلعي نحو المستقبل موضوع ندواء المحامات بعد دستور 2011 الثابت والمتحول هو موضوع هام وراهني موضوع يجمع بين الأصل والمتغير هو سؤال حول ماذا تحقق بعد دستور 2011 لذلك فإن تنول لهذا الموضوع وقد تعمدت هذا أنني أحاول أن أربط بين الداكرة والحاضر بين التاريخ والحاضر لفهم هذا الأخير لأن الفهم للقانون هو فهمان وفهم للقاعدة القانونية من حيث طبيعتها ومجال تطبيقها وتطبيقاتها على أرض الواقع وفهم آخر وفهم تشريعي من حيث سياق التشريع وظروفه وغرضه وفلسفته لما كان الأمر كذلك فإن رجوعي إلى تاريخ مهنة المحامات أو على الأصح إلى القانون المنظم لمهنة المحامات بالمغرب هو بمثابة محطة للعبرة لتقييم لبناء ما يمكنه بناءه في المستقبل تعلمون أن ممارسة المحامات بالمغرب بشكل منظم جاء في معاه المستعمير في إطار نظام الامتيازات القنصلية وكان أول قانون تناول مينة المحامات هو ظاهير أو قانون المسترى المدنية لسنة 1913 هذا القانون الذي حد من مجال عمل المحامي ويتضمن نبرة استعمارية محضة ليتبلور قانون 1923 هذا القانون الذي أعدته السلطات الاستعمارية ضرب المحامات في الصميم وهذا بيت القصيد ثار ثائرة جموع المحامين وهي المناسبة التي قدم فيها ثلاث نقابا استقالتهم من مهامهم نقيب الدار البضاء ونقيب الرباط ونقيب وجدة قدموا استقالتهم وقدموا مشروعا قدموا مشروعا متكاملا تمسكوا به فاضطرت وزارة العدل الفرنسية والأمانة العامة للحكومة بالمغرب إلى إقراره واعتماده وهذا القانون لماذا أشير إلى هذا القانون ذي القانون 1923 تمت مقاومته واعتماد قانون 1924 الذي كان من إبداعي وخلقي المحامين المغاربة تلاحظون أن القوانين الآتية كلها حافظت على روح ومقيمات هذا القانون وبعدما تلت عدة تشريعات تعديلات التي كانت دائما تتأرنح بين الأخذ والتقييد إلى أن جاء قانون 2008 قانون 2008 كما تعلمون هو قدم في إطار مقترح قانون كان في قدم في حكومة إدريس جلتو كمشروع للقانون إلا أنه لم يرى طريقه إلى البرلمان وقدم كمقترح قانون وكان على رأس رئاسة جمعية المحامين النقيب الرئيس إدريس أبو الفضل أطل الله في عمره وكانت وكان هذا المشروع أو المقترح القانون تضمن مطالب للمحامين فصد القانون 2008 الذي هو الآن نعيش في ظلاله هذا القانون طبعا أجاب عن العديد من انتظارات المحامين لمغاربة من حيث ودائعهم من حيث تأديبهم من حيث واجباتهم ومن حيث مجال عمل المحامي وهو القانون هو الآن الذي يطبق على مهنة المحامات في المغرب وهو سابق في التاريخ على دستور 2011 السؤال ماذا بعد 2011 هل هذا القانون لازل ملائما هل هذا القانون يستجب لطموحات وتطلعات المحامي المغاربة أولا ولطموحات المواطن ولامفهوم الجديد العدالة من حيث النجاعة والولوج المستنير إلى العدالة أكيد أن المحامات كما سبق لي أستاذ خالد إدريسي العديد من القطاعات في المغرب استفادت من المقتضايا الدستورية بحيث ما تنزيل العديد من المقتضايات فاستقلت السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وحدث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المحاكم الإدارية والمحاكم التجارية وغيرها من الأوراش الكبرى إلا أن المحامات بقيت على حالها من حيث تأهيل من حيث مجال عمل المحامي باعتبارها أن المحامات هي مكون أساس من مكونات العدالة لا يمكننا الحديث عن عدالة قوية مستقلة إلا بدفاع قوي حصين محصن فأي تهميش لمهنة المحامات يؤدي إلى زعزعة المنظومة القضائية وبالتالي لا يمكن أن تتحق للمحاكمة العادلة ولا يمكن أن نتحدث عن عدالة صحيحة ثابتة وحقيقية مع كل أسف صدرت دستورة في الوحداش لم يشير لم ينص على دسترة مينة المحمد على غرار تشريعات أخرى ومع ذلك نقول أن التنصيص على حقوق وحرية المواطنين ومحاكم فهم المحاكمة مبدأ المحاكمة العادلة وقارنة البراءة وضمان هذه الآلية آلية المحاكمة العادلة هي تقوي المحامات وأن المحامات عنصر أساسي من عناصر المحاكمة العادلة ما أدى طبعا إلى تغييب المحامين عن مراكز القرار سوف نحاول نختصر قلت تغييب الدور المحامين في المؤسسات التشريعية والدستورية أهمها مبدأ التشارك الدستوري المنصوص عليه في القانون ثم جاءت قوانين مختلف القوانين سواء تعلق الأمر بقانون المساعدة القضائية تعلق الأمر بقوانين المالية وقوانين أخرى كثيرة جدا هذه القوانين تتضمن تراجعات تتضمن تراجعات على مستوى ما كان الاعتبار لمينة المحامات آخر ما يمكن أن نتحدث فيه هو مشروع قانون المسترة المدنية المعروض حاليا على لجنة العدل وتشريع في إطار مناقشة تفصيلية هذا المشروع الذي يمكن هو حاليا سؤال بين سؤال نجاع القضائية والولوج المستنر للعدالة هذا المشروع الذي قلص من مجال عمل المحام وهذا تراجع المبدأ الدستوري أنه لا يمكن مبدائيا التراجع عن الحقوق المكتسبة من ناحية القانونية فهذا المشروع على كل حال يخالف مبدأ جعل القضاء في خدمة المواطن يخالف التوجهات الكبرى للدولة والتوجهات الكبرى العالمية للقضاء وللمحامات فاليوم فتحت أوراج كبيرة على مستوى الرقم أو على مستوى التحديث فكيف لهذا المواطن أن يلج العدالة ونحن نسعى إلى رقمنة المحاكم كيف يدخل هذا يلج المواطن الولوج إلى العدالة مكلف الولوج إلى العدالة صعب الولوج إلى العدالة يتعارض مع مبدأ المساواة فالتسقيف تسقيف الطعون اعتبار المبالغ تحديد المبالغ مالية لاعتبار الحكم نهاية أو غير قابل أو غير قابل تغريم المواطن من أجل عدم قابول دفعه بعدم الدستورية كلها أمور مخالفة للدستور كلها مقتضايات مخالفة للقيم والمبادئ التي يجب أن تقوم عليها المحامات ودولة الحق والمؤسسات أقول قد نحاول نختصر لأن كنت أود لأن حقيقة الوقت يضايقني ولكن ما أريد أن أسجله الآن أن ترصيخ وتعزيز دولة الحق والقانون تقتضي أولا وأخيرا تقوية المحامات لأن بقوة المحامات تتقوى العدالة ولأن مظاهر ومقومات دولة الحق والقانون هو تكريس آلية عمل المحامي المحامي اليوم يشتغل في ظل خصاص قانوني في ظل نصوص قانونية متعزمة لأنه حينما لا تضمن الولوج المستنير حينما لا تضمن مقومات قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة فإنك تضع المحامي في وضع صعب تضع المحامي في حلقة لا يمكن أن يؤدي أدواره لا أريد أن أفوت نقطة أساسية وأنه نسمع الكثير عن المحامات ووضع المحامات وأزمة المحامات فهي أزمة عامة هي أزمة ليس أزمة للمحامات هي أزمة عامة من هنا وهناك فقراءة الواقع وتشخيص الواقع أن المحامي يعيش أوضع وهذا لا يعني أن المحامي ليست ربما له سلبيت في بعض الحالات التي نحن كمؤسسات نتحمل مسؤوليتها في إطار التخليق ولكن التخليق بناء على أرضية صحيحة وثابتة شكرا لكم